السلام عليكم النهاردة هنعمل وصفتين الوصفتين أحلى من بعض وكمان أطعم من بعض وهم صنية البطاطس أو طاجن البطاطس المحشية باللحمة المفرومة وكمان صنية الجلاش بتكات جديدة وبطريقة لف جديدة أتمنى الوصفتين بتوعي النهاردة يعجبوكم وتجربوهم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة في حل على نار متوسطة هنحط فيها اللحمة المفرومة وكمية اللحمة المفرومة بتكون حسب إمكانياتك أنا استخدمت كيلو لربع ممكن تستخدمه نص كيلو وممكن أقل وممكن أكتر زي ما قلتلك الكمية دي بتكون حسب إمكانياتك أنت بعد كده هنفضل نقلب في اللحمة المفرومة لحد ما اللون هيتحول من اللون الأحمر لللون البني أول ما اللحمة تتحول لللون البني ده بنضيف عليها بسلطين كبار مبشورين بشري ناعم ممكن تعمليهم في الكبة وممكن تقطعيهم على إيدك بس يكون التقطيع صغير جدا بعد كده هنقلب البصل مع اللحمة شوية صغيرين بعد كده نضيف عليها حوالي خمس فصوص توم مفرومين بعد ما نضيف التوم على طول هنضيف فلفل ألوان كمية الفلفل الألوان برضو حسب الرغبة أنا استخدمت نص حباية من الفلفل الأخضر ونص حباية من الفلفل الأحمر وكمان نص حباية من الفلفل الأصفر ونقلب الفلفل والتقم مع البصل واللحمة المفرومة بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من السلطة ولو ما عندكيش سلطة هنضيف معلقتين كبار من الكاتشاب وكمان لو ما عندكيش كاتشاب ولا سلطة طماطم ممكن تقطعي طماطماية كبيرة قطع صغيرة ونضيفيها ونقلب الطماطم أو صلصة الطماطم مع اللحمة بعد كده نضيف التوابل التوابل معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة وربع معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وكمان ربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونقلب التوابل مع المكونات دي ونسيب الحلة مكشوفة لحد ما اللحمة تتشرب كل السائل اللي فيها وتستوي وما نغطيش الحلة خالص ومعانا بطاطس البطاطس دي بيكون حجمها صغير شوية بس بتكون طويلة شوية يعني هي مدورة بس بيضاوية شوية بنقشر البطاطس دي بمقشرة البطاطس بعد كده بنغسل البطاطس دي كويس جدا بعد ما بنقشرها وبنجيب الطاجن اللي هنحط فيه محش البطاطس اي صنية فرن ونقطع البطاطس بالسكينة من فوق بالشكل ده بعد كده بنجيب اي مقوار عندنا ممكن مقوار الكوسة اللي بالشكل ده ونقوار به البطاطس وممكن نستخدم المقوار العادي بس يفضل المقوار يكون كبير شوية عشان نعمل به بسرعة وهكذا لحد ما كمية البطاطس تخلص كلها الطاجن ده اخد مني كيلو ربع من البطاطس والقلب بتاع البطاطس هنحطه في الطاجن من تحت ونرص عليه البطاطس بعد ما نقوار كل كمية البطاطس القلب ده هنركنه على جنب بس قبل ما نركنه على جنب لازم نغطيه بالمية عشان ما يسودش لاننا هناخد وقت في تحمير البطاطس فعلى ما نخلص هنيجي نبص للبطاطس دي للاقيها سودت فلازم نغطيها بالمية وطبعا هنصفيها قبل ما نرص عليها البطاطس هنسخن الزيت في الطاصة وننزل البطاطس اللي قورناها والنار تكون متوسطة وما نقلبهاش خالص إلا ما تحمر من تحت الأول عشان ما تتهريش بعد كده نقلبها كذا تقليبة واول ما لونها يصفر شوية نشيلها من الزيت على طول ولونها ما بيكونش زي البطاطس المتحمرة العادية لأ بيكون أفتح شوية كده خلاص كل حاجة جاهزة البطاطس اتحمرت وكمان عصجنا اللحمة وبردت شوية وده شكلها بعد ما تعصجت دلوقتي هنحشي البطاطس هنحشيها باستخدام معلقة صغيرة هنجيب كل بطاطسيا بالشكل ده ونحط فيها معلقة من اللحمة المفرومة أو معلقة ونص حسب ما البطاطسيا تاخد ونرسها كده في الطاجن جنب بعضها دلوقتي هنعمل السائل اللي هنسقي بيه البطاطس هو عبارة عن كوبايتين من المياه هنضيف عليهم معلقة كبيرة من صلصة الطماطم وكمان هنضيف عليهم مكعب من مرقة الدجاج ونص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الاسود ونقلبهم ونحطهم على النار يغلوا وأول ما يغلوا نشيلهم من على النار ونسقي بيهم البطاطس على طول بعد كده نغطي الطاجن أو الصنية وندخلها الفرن على أعلى درجة لحد ما تتشرب كل السائل اللي فيها دلوقتي هنعمل صنية الجلاش أو صاج الجلاش هنجيب الصنية وندهنها بالسمنة أو بالزبدة بعد كده نجيب أوراق الجلاش ونفردها كده على صنية ونقطع أوراق الجلاش دي أربع شرايح الأول هنقطعها بالنص بالشكل ده بعد كده نقطع كل نص نصين يعني نقطعها أربع شرايح بالعرض بالشكل ده بعد كده نجمع كل شرايح الجلاش على بعض بالشكل ده بعد كده هنبدأ في قراس أو تشكيل الجلاش هنجيب شريحة من شرايح أوراق الجلاش ونحطها على الصنية ونجيب شريحة تانية ونحطها على الشريحة الأولى على شكل زائد بالشكل ده بعد كده ندهن بالفرشة دهنة خفيفة على الشريحة اللي فوق وبنفس اللحمة اللي عصجناها لمحش البطاطس هناخد من التعصيجة دي حوالي معلقة أو معلقتين ونفردهم على شكل مربع على شرايح الجلاش بعد كده نطبق أوراق الجلاش على اللحمة بالشكل ده وهكذا لحد ما نملصاج خالص بمربعات الجلاش بعد كده هندهن الجلاش بالسمنة أو بالزبدة لازم ندهن وشه كويس جدا بعد كده ندخله الفرن والفرن طبعا مسخنينه من ربع ساعة ودرجة الحرارة عالية جدا يعني على أعلى درجة حرارة الفرن بيشتغل عليها ونسيبه في الفرن حوالي عشر دقايق بعد كده نخرجه ونسقيه بالخلطة اللي هنعملها دلوقتي وهي عبارة عن تلتين كوباية من الحليب بنحطها في بطرمان وبنضيف عليها بيضة كاملة وبنضيف عليهم نص معلقة من الملح وربع معلقة من الفلفل الأسود وكمان ربع معلقة من البيكنج بودر وده عشان الجلاش يكون هش جدا وميلزقش في بعضه وبنغطي البطرمان ونرجه كويس جدا عشان البيض والتوابل يختلط كويس مع الحليب وبعد عشر دقايق من وجود الجلاش في الفرن بنخرجه ونسقيه بخليط اللبن والبيض ده بعد كده بندخله الفرن مرة تانية ونسيبه يكمل سوا الجلاش بيستوي على الرف اللي تحت اللي في النص على طول وبعد ما يستوي من تحت لو ملقتهوش تحمر من فوق واللعي عليه الشواية شوية وده شكل صاج الجلاش بعد ما طلع من الفرن شايفين شكله حلو جدا ازاي وكمان طعمه حلو جدا هوريكو ازاي هشيله من الصاج مش هيتهري مني خالص وده عشان طريقة اللف بتاعته بتجيبي قطعة البشاميل او شيالة البشاميل دي وتشيلي بيها كل قطعة لوحدها وترصيها في طبق التقديم شايفين قد ايه قطعة الجلاش متماسكة جدا واللحمة مخرجتش منها خالص وكمان الجلاش هش جدا شايفينه من جوه شكله حلو جدا ازاي وده صاج الفرن بعد ما شلت منه كل قطعة الجلاش نضيف خالص ما فهوش اي بواء خالص ومعانا كمان طاجن البطاطس المحشية بشكله الجميل وطعمه الجميل بعد ما تشرب كل السائل اللي فيه شغلت عليه الشواية شوية صغيرين عشان ياخد لون من فوق الوصفتين بتوع النهاردة سهلين جدا ينفعوا للعزمات وطعمهم جميل جدا وكمان شكلهم حلو جدا اتمنى الوصفتين بتوع النهاردة يعجبوكم واتجربوهم بطريقتي وبالهنة والشفة مقدما وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة